السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحيكم بتحية الاسلام وتحية الاسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مواصلة للتعقيب عن هذا المرسوم الجبان الجائر فيه التمييزي دي الجوز 19 504 إذا كما قلت هو خاص بالسلام السبعة 8 سعود القناة الفئة الأولى سبق المكلفون بدروس وعطاهم المادة وكرر لهم المادة سبع مرات ولا هم اللولين يعني ترتيب ديالهم جاه هو الأول إذن بحالة هم اللي عندهم الأسباقية والأولوية المرتبون حاليا مرتبون حاليا في السلام العاشر والمتقاعدون منهم السلام العاشر جاءوا في المرتبة الثانية وعطاهم المادة مقرر ثمان مرات إذا جاءوا في المرتبة الثانية المرتبة الثالثة جاءوا 4600 دي قالوا بأنهم ضحايا الزنزانة تسعود في حين أنهم تعينوا تخرجين خريجي السلام التاسع في أفواجي 2012 و2013 إذن تم تغيب ضحايا الزنزانة التاسعة المعنيين الحقيقيين بالاعتراف بالمظلومية ديال ضحايا النظامية كيف ذلك؟ لأن عندما وصلنا المظلومية إلى أمزازي وألقى بأن كيرين ضحايا الزنزانة التاسعة ليملك كانوا الأصل ديال المظلومية أصلاً اللي كان المفروض في 2000 2003 2004 2005 لتقاعد منهم لتقاعدوا في هذه السنوات كانت ترقية استثنائية بالمادة 2012 اشترق بقاعدة ديال 15 اقدامية عامة 6 سنوات فقط في السلام باش يسرعوا الترقية ديال السلام التاسع اللي تدار في طور للنقيرات خصصاً لتوظفوا بالباكالوريا تعينوا بالتامن وقلت علاش للتذكير لأن في 95 كان خاصهم يكونوا في التاسع تعينوا تامن في التاسع لأن ابتداء من 95 ولت الباكالوريا المعادلة ديالها السلام التعيين بالسلام التاسع إذن هذا هو الأساس اللي تبنات عليه يعني هذاك ترخيص الاستثنائي الأول اللي بدأ من 2003 تبنى على هذا الأساس وتبنى على أساس 96 اللي كانت فيه سنة بيضاء ما فيهاش لا ترقية لا بالاختيار ولا بالكافأة المعنية ولا ميحزنوا ومبدأت وجوج في حالة كون دات ترقية استثنائية في الوقت ديالة اللي كانت تحدثت للطافق عليه اتفاق ديال فاتيح خوشت وهو 1.7.96 ومشي 1.7.97 وبأن هذه الفئة اللي توظفوا بالثامن يعني رغم دازوا ب 14 سنة من الثامن للتاسع إذن كان المفروض بالترقية استثنائية من الجات هما الأوائل يدوزوا لأن الدارت 2003 ترقية استثنائية في عدود أربع سنوات يعني إلى غاية 2007 كل شي يكون داز إداريا من السنة اللي تقيد فيها السلم التاسع الترقي إلى السلم العاشر وبست سنوات أو المادة 112 وماديا تتكون من 2007 وبالنسبة اللي تقعد من سنة الإحالة دياله على التقاعد ماليا وإداريا إذن هذك المظلومية ديال ضحايا النظامين تبنات على هاد الأساس على هاد في أهل الجات المظلومية جينا الجينا ولوا ديرين القابعين القابعين في الزنزانة العاشرة وعطوها فقط لخريج السلم التاسع في 1995 واللي يلا إهدازوا للسلم العاشر ذو اللي توضفوا بالسابع وبعض منهم الثامن خصصا ديال السابع لأنه من اللي سرقوا بالأقدامية العامة استولوا على كانوا تياخدوا المناصب المالية من 2003 إلى غاية 2010 اخدوا المناصب المالية الأقدامية العامة وبالتالي في 2012 من طحط الملف أغلابية ديالهم مرقيين ثلاثة المرات والأربعة المرات بالاختيار بالاختيار وكين في الوقت اليدي ايك تطرقية بالاختيار خلال المسار المهني ميمكنش خاصة ما تكونش متفوتش جوجل طرقيات خلال المسار المهني ديالك تلقوهم في 2012 اكل هدو كلهم أغلابية ديالهم خصصا اللي توضفوا بالسابع اللي توضفوا بالسابع تنظر اللي توضفوا بالسابع اللي تخرجوا بالسابع كلهم ديزين اكثر من ثلاثة المرات وربعات المرات. وقود اعطوهم اربعة. وقيل اعطاهم خمسة. هديك المرتبون في سلم العاشر كانت تتخص اللي تعين بالتامن. خريجي يكون نخرج من 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 سيف اي سيف اي. ضروري يكون نخرج منه. يكون توظف من الف وتسعمائة وتمانين كانوا داروا الاحصال الاول عفون لان كينين اللي دخلو هذيك الساعة بالبكالورية في الف وتسعمائة وتسبعين حتى الف وتسعمائة وستة وتمانين. هدي هي المظلومية الاصلية. هدو هم اللي كانوا معيين. اما اللي تخرجوا بالسابع. وكانوا تياخدوا المناصب المالية وترقعوا بين الفين وثلاثة. تل الفين وعشرة. يلا هديزوا. يلا السلم العاشر. واخداو المناصب المالية. هدو الاقدمية العامة. وتقاعدوا من بعد الفين واثناش. لأقدم واحد في يوم يلا هديز في الفين وستة السلم العاشر. ولا اللي تقاعدوا بعد الفين وستة عشر. لأقدم واحد في يوم يلا هداز في الفين وعشرة. السلم العاشر. وبالاقدمية العامة. وصارق مناصب مالية. اذا تحريف ديال هديك المظلومية المرتبون حاليا كانت تدخص فقط الاولويات التعطاعة فقط للصحاب التامين. اللي تعينوا بالتعامل وكان لصحاب البكالوريا.